هذه الأشياء لا تريدها السنطر بصوص طوماتو قشوشات الدجاج أو الأجنحة الدجاج كجيل ديدة ومنينة غير تابعة مع هذه المقادر ففي البرايمتي ديال الحاسفاس اللي كنت شاركت معكم مش حال هذا سوف ندير فيها هنا تقطعات الدجاج يعني العناقات نوحات الكبيدة القنصة نهار اللي كان نغسل الدجاج كان ديرها تشهيوه ضفت لها ثلاثة ديال بصلات كبار مقطعين هكا غليت شوية جمعة الكبار ديال قزبرو معدنوس وواحد الكاس كبير ديال مطيشاق طحنتها في الطحانة ممكن تحكوها لا بغيتو توابيل الملحة البزار الخرقو مسكين جبير وشوية ديال المروزية وشوية ديال السمن زيت المائدة وغادي ندير كل شي فوق البوطاء نشعل البوطاء ونخلي كل شي تيتقلى ليم جيد حتى يتشحروا هذوك المكونات هنا كيف كتشوفوا من بعد ما بدو كيتقلوا ويتشحروا مرة مرة تنحركهم يعني تدخل فيهم هذيك العطرية هنا غادي نزيد سوس طومات اللي كنت نسيتها او لا سلسة الطماطم او لا مركز الطماطم معلقة كبيرة كيف كتشوفوا وغادي ننسيتها في الاول دبا غادي نكملها تقلى مع المكونات مزيان مزيان هنا كيف كتشوفوا بعد ما تقلى كل شي مزيان كنروي بالمغليان هذيك تقعات ديال الدجاج أو لا المال كافي كيف كتشوفوا اصاب فيه وغادي نغطي على على البرامة ديالي غادي نغطي على سوف نجمع الأجنيحة وذلك سوف نحيدهم وهموا بشوية ديال البصلة ضروري بالنسبة للجنيه حيث أنا درتهم في هذا الطعوة درتهم في الأير فراير عفوا ديكرة اللاطة صغيرة ديال الأير فراير درتهم فيها غادي نخليهم يتحملوا شوية ومن بعد البرايما درت فيها هنا درت لسان الطير اللي أنا ما فورتوش هاد المرة دهنتو غير بشوية ديال الزيت ومباشرة ميتوف البرايما ديالي وغادي ينبقى تنحرك ويلا خاصني الرواق غادي ينزيد مميها وفعلا غادي ينزيد شوية ديال الماء ويكون طيب البنات الكافي الجهد اللي طيب لي هاد السان الطير تم عارفين شوية السان الطير رتيشد الطيام ماشي بحل شعرية ولا الروز فهو تيشد شوية الطيام سافي وغادي ينبقى مرة مرة غادي نغطي تنجرة ومرة مرة نعري عليه ونحرك حتى طيب لي ها يعني مرة مرة حركو باش ما يلسقش لكم في القاعد يل تنجرة ولا البرمة هنا كيف كتشوفوا عود حركتو كي بان لكم المريقة شوية بدات كتختار لانه قرب بوجد فانا كنخليه شوية جاري باش يلا يلا مني تصبيه في الطبق كي يولي هو هادك هنا قبل ما نطفع للروز بخمسة دقايق كان زيت شوية ديال بزارة اللي تيعطي واحد المداخ في اللخر بنين بزف بزف وكتزيت شوية ديال سمن سافي غادي نخلي واحد خمسة ديال دقايق ومن بعد عاد نطفع عليه ونقدموه هنا كيف كتشوفوا صافي ها هو غادي نطفع عليه في هاد الوقيته بقى غير شوية ديال المراق شوفوا كي كي يجي خاتر وعقد وبنين بنين بنين ما تشبعوش منو فهنا غادي ندير للفوق ديالو اجنيو حاتو العناقات ودكشي اللي طيبتو وزولت قدرتو قتلكم غير في الأيرفراير تحمر لي ضغية ومن بعد غادي ينزيين بذيك البصيلة اللي كنت حيت مع القشيبشات ديال الدجاج صافي وهال الشيوة ديالنا واجدة بصحة وراحة نتمنى تعجبكم وطرقكم وجربوها بطريق تيرا هاكا تجيب بنينة ولدي دم ما تشبعوش منها شكرا